دعت موسكو واشنطن للالتزام بتعهداتها في اتفاق الهدنة في سوريا والمتعلق بالفصل بين المعارضة السورية وجهبة النصرة يتي هذا فيما يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا مغلقا اليوم للاطلاع على تفاصيل اتفاق الهدنة الروسي الامريكي الخاص بالازمة السورية جلسة مغلقة يعقدها مجلس الامن الدولي بشكل طارئ اليوم للاطلاع على تفاصيل اتفاق الهدنة في سوريا الذي تفاوضت عليه روسيا والولايات المتحدة وتقييم اذا كان المجلس يدعم هذا الاتفاق وترغب روسيا في ان يدعم مجلس امن الدولي هذا الاتفاق لكن فرنسا ودول اخرى في المجلس قالت انها تريد معرفة تفاصيل الاتفاق وقال السفير روسيا في تالي تشوركين ان المجلس قد يتبنى قرارا يدعو الاتفاق خلال اجتماعا على مستوى عالي يعقد يوم الاربعاء القادم ويشارك فيه وزيراء خارجية روسيا والولايات المتحدة سيرجي لافروف وجون كيري ويأتي اجتماع مجلس امن الدولي اليوم فيما يجتمع الرئيس الامريكي باراك أوباما مع كبار مستشاريه الامنيين في واشنطن لمناقشة سريان وقف اطلاق النار وتقييم الخطوات المقبلة لانهاء النزاع المستمر منذ 2011 في سوريا من جهته اعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدانوف ان اتفاق موسكو وواشنطن حول سوريا الذي تم التواصل اليه في جينيف يوم الجمعة الماضي لا يتضمن مصير الرئيس السوري بشار الاسد او العملية الانتقالية في سوريا لان ذلك مسألة سورية بحته يأتي هذا فيما اكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان الغرب اخطأ حينما اعتبر ان ايام الرئيس السوري بشار الاسد باتت معدودة مؤكدا ان شعبية الاسد في الزياد المستمر بين مواطنيه كما دعا لافروف اليوم خلال مكانمة هاتفية مع نظير الامريكي جون كيري لاعلان حزمة الاتفاقيات الروسية الامريكية حول سوريا مطالبا واشنطن ايضا بتعجيل تنفيذ وعودها بالفصل بين المعارضة وجبهة النصرة والارهابيين من جهتها اكدت الخارجية الروسية ان القائمة الامريكية المجموعات التي انضمت للمصارحة تشمل مجموعات ارهابية تتعاون مع النصرة ميدانيا بدأ ميلوس مدينة حلب ظهر اليوم بازالة السواتر من على طريق الكاستيلو تمهدا لاصال المساعدات الى احياء حلب الشرقية فيما نقلت وسائل اعلام عن مصادر في الحكومة السورية قولها ان دمشق لم تتلقى من الامر المتحدة اي معلومات عن الطريق التي ستسلكها قواف المساعدات الداخلة الى مدينة حلب